السعوديون فتحوا المجال واسعاً أمام المنتخبات من الصنف الثالث والرابع حتى تجري مبارياتها الند للند مع المنتخبات القوية لذلك بعد نتيجة السعودية لم يبقى أي سبب لهذه المنتخبات أن تنطلق في مباريتها بالطريقة التي كانت قبل نتيجة السعودية المنتخب التونسي لما شاهد فوز منتخب السعودي على الأرجنتين وهو في ظرف التغيير الملابس اكتسب شحنة إضافية مع الدنمارك حتى استطاع أن يواكب تلك المباراة ويخرج منها بلطة التعادل المنتخب المغربي أنا من وجهة نظري الخاصة يا عمد احترم المنتخب الكرواتي بطريقة أكثر من اللزوم لهذا قلت له الأمين أنه فشل في تحقيق الفوز فشل فشل أنا مع عمد في المصطلح عندما نقول فشل في تحقيق الفوز لأن مجريات المباراة اتضح بأن المنتخب المغربي لو اكتسب نوع من الجرأة التي كانت لدى سواء اليابان أو السعودية لا استطاع أن يفوز بالمباراة لأننا لم نرى ذلك الفرق الكبير بين نائب ووصيف بطل العالم في الطبعة الأخيرة بروسيا هو المنتخب المغربي الذي عاد إلى أجواء المنافسة العالمية بعد 2018 لذلك لو عدنا إلى الإحصائيات نجد أن الاحتشام الذي ظهر به أشبال الركراكي كان واضحا على الميدان تخيل معي أن استحضرت بعض المعطيات والإحصائيات تخيل أن نسبة استحواذ الكرة بالنسبة للمنتخب الكرواتي كانت جد وعالية مقاونة بالمغاربة 65% نسبة استحواذ الكرة بالنسبة لكرواتيا مقابل 36% يعني شاسع بين المنتخبين القذفات المؤطرة يا عماد كرواتيا بخمسة قذفات المغرب بصفر قذفة مؤطرة حتى هذا الغالث قلت لك أن الحارس بونو كان وقف أمام المنتخب الكرواتي يعني أنقضى أنقضى المغاربة أنا قلت لك القذفات المؤطرة لا أتكلم عن الركنيات خمس ركنيات بالنسبة للمنتخب الكرواتي صفر ركنية بالنسبة للمغرب القذفات المؤطرة 2 مقابل 2 يعني كان هناك تعادل القذفات غير المؤطرة كانت هناك قذفتين بالنسبة لكرواتيا صفر قذفة بالنسبة للمغرب يعني لو عدنا إلى القذفات صوب المرمى سواء المؤطرة أو غيرها كان العدد كبير بالنسبة لكرواتيا مقابل المغرب تخيل أيضا عدد التمريرات في المباراة 642 لكرواتيا يا عمد مقابل 348 استحواذ كبير للكرواتي استحواذ كبير وحتى عدد التمريرات بين زملاء مدريج الذي أثبت اليوم بأن عامل السن لا يعتد به يا عمد اليوم مدريج دخل المباراة وكان مقاتل في المباراة وتلك الروح القتالية اللي كانت عنده رغم أنه أشرف حكيمي قطع عليها الزيت والكهرباء والماء على مستوى الجهالية رغم ذلك لاحظنا روح قتالية عنده مدريج ولو قيل لك بأن هذا اللاعب في عمره 22 سنة لا صدقت لذلك عمد السن لا يعتد به كثيرا عندما يكون مستوى اللاعب مرتفع بالنسبة لفرص التهديف كانت فرصة لكرواتيا 0 للمغرب أذهب إلى المراوغات الناجحة 5 لكرواتيا مقابل 2 للمغرب دقة التمريرات يا عمد 40% نسبة نجاح دقة التمريرات بالنسبة للمنتخب الكرواتي مقابل 29 فقط للمغرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر